السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل إخوان والأخوات المغاربة أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إخواني أخواتي فكن بغين نرحب الناس جداد ليلتحقوا بالقناة كنقول لهم مرحبا بكم مرحبا بكم مئة ألف مرحبة القناة قناتكم إخواني أخواتي قبل ما نطرقوا الموضوع جنب طبعا سنتكلموا اليوم عن الباندي اليوم سنتكلموا عن الباندي المخروج صاحب قناة مسخوطة فإخواني أخواتي كان مساخيتا ذوكا ذوكرا مساخيت منطرف مساخيت عيالاتهم ومساخيت أولادهم فقبل ما نطرق الموضوع جنب كان بغين نطلب كامل ينطلبوا الشفاء العاجل لبا محمد بين الأخت سميرة وسعاد وناجات أمي ميلودا الزوج ديال أمي ميلودا الله يخليه ليك والله يشافيه ويشافيه لوليداته نعم الأب نعم الأب ونعم الأب إخواني أخواتي ربا وليداته ربا وليداته في واحد الجو عائلي علمهم معنى الحب وعلمهم ما معنى التربية وما معنى الأخلاق وما معنى أنه لو قع لهم شي مشكل يتقاتلوا مع المشكل ديالهم ولا دخل لشخص آخر في الموضوع فإخواني أخواتي نطلبوا لي كاملين الشفاء العاجل واش كتضلوا إخواني أخواتي على أنه با محمد غيشوف بنته في لدات الكابي دياله الشتم فيها في العرض ديالها وفي صمعة ديالها وقعوني للطخوة ويسخوا مع ديالك سيدا فأغيشوف بنته كتشوه بطريقة هذه وما غديش يطراليها هذه الحالة السيد فعدو بغيتو الترضيقوا ومليه لم أخليتوش بنته فاسيقة وم أخليتوش بنته السحارة لم أخليتوش بنته بغيتو تلسقوا لها مونتيف ما كفاكمش أنكم كتسبوا فيها وتعرقوا فيها ورديتوها السحارة وفي الأخير بغيتو تلسقوا لها مونتيف مدازش عليه 12 ساعة كشفنا السيد في السبيطار لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا هاد الناس هادو ما بقيتش عارفتهم فين شنو تيفكروا واش هاد الناس فعلا باشار ولا سيفت باشار وصافي وهم في الأصل شاياطين نسأل الله السلامة والعافية إخواني أخواتي ودعواتكم كاملين لبا محمد يقوم بالسلامة لوليداته والزوجة دياله والناس اللي تحبوه فغادي ندوزوا لموضوع ديالنا اللي هو موضوعنا اليوم ديال البانضي البانضي المخروج اللي كان معيش ساميرا في القهرة في القهرة أخوتي خمس سنين وسيدة كتحوفر معاه في القناة وتصهر ليالي وتحرق وجهه بالشموشات وتلبس اللي كان ما يكسيها ما يصبطها هو عكا يدخل في الفلاوس هو عكا يدخل في الفلاوس ما كيخرج شيحيح شيحيح من الدرجة الأولى أوفات هالي إخواني أخوتي ولادها مسكينة كانت سامحة فيهم ما كتعطيهم مش حتى الوقت راه من يد ليد من يد ليد مساكن كل شي ربي الجيرا اللي هضرت معها تقول لك أنا ربيت لي أولادها وهذا شي كامل في الأخر يقول لها سيري بكو والبغل وترميها بربعة دي اللي أولادات حتى الحقوق ديالهم ما ياخدوهمش كيقول لك أخوتي أنا كان موت على أولادي وغان تهالف أولادي وغان برع أولادي وغان نبني الفلا لأولادي وكيوهم في السيدة بلها التمرة كل اللي كتضربها رها كل من أجل وفي الأخير السيدة بغي تبرع ويتكرم على أولاده ببرط ما في سكل الاقتصادي أي يا أخوتي ببرط ما في سكل الاقتصادي وأخوتي راه ماش يعيب مع احترامات للناس اللي كيسكنوا في سكل الاقتصادي لكن سيدة أخوتي راه ملايري هذا سيدة أخوتي راه ملايري وكي تشتوه هذا سيدة راه ماش فاقير ولا ما عندوش يمشي تزحم مع الناس دروش هذا أخوتي راه ملايري وخلا بكبور منايري منايري أي أولاده يستهلوا يعيشوا عيشة أحسن برزق باهم يستهلوا يعيشوا عيشة أحسن برزق ديال باهم وفينا هي الفيلة اللي قلتي كتبني وفي الأراضي اللي غتبني لولادك راك في شهر تطلع دار لوليداتك ديال النفس ديال النفس طلع لوليداتك في شهر احنا كنا كنعرفوه احنا عارفي المشاهدة اللي عندك شحال كتجيب لك ديال الفلوس البينقة في شهر يعني بإمكانك تسكن ولادك سكنة زوينة دار ملكهم ماشي في إقامة والله صافعة شبعتي وقنعتي من أمم أرميتي التالولاد صافي ساليتي من ساميرا أرميتي أبو ليداتك ما بقيتش عدك مدير بيهم كاملين بخمسة بيهم قال لك أخوتي حقا ما حقا إلا متع توليداتي إلا متع توليداتي راغت تمتع معاهم أهي يا أخوتي واشوفوك حلافطة أنسب اللي تسع سنين وهو متعوم براعه معاها في دارها ما يفكر لفكرة لضولة ما كل شيء سيدة قايمة بيه لكن هاد الشيء هاد الشيء اللي خرج منك تستاهل عليه الحبس حيث ثاميرا تاقت فيك وتقاسمت معاك حياتها بحلويها ومرها لكن انت من النوع اللي كتعاونه المره يدير الفلوس ومنين يدير الفلوس هي اللي ولا يبدلها كتب دوبة المره انت من هاد النوع اللي كيدير لابس وتعاونه المره تحوفر معاه وتبات معاه في الجوع وتبات معاه على الحصيره والدس وفي الاخر نوع يدير لابس يتباليه يلي ولا يبدلها تقول يا شنو نبدله يقولها تي عا متدلك تي اه وانت من النوع يتجرنا نفقد الثيقة اعا انت من النوع اللي يتجرنا نفقد الثيقة لكن الدنيا طوب وحجر اخوتي طوب وحجر وماش يكون شي فحل فحل صراحة اخوتي ساميرا فاشتفقت معاها درستارو على طلق اتفاقي درت غلط كبير لأنه لا يستعمل هذه الرأفة التي رأفتها به ساميرا التي خلت الماملين يدوز وباقيها تحشم على وجه ولداتها لا يريد ولادها فش يكبروا يعيبوا عليها لكن هذا لا يصالح مع المخروج البانضي ها ساميرا هذا لا يصالح مع البانضي راستاره لأنه لا يتعامل معاملة الرجال الذي يأتي بمصدي مخي يقول لي هاش تقول على مرتي بأنها قالت ليك خرج قول غير طلقي من أنه أنا بغيك نتزوج بك وغير لاح الفيديو ذاك المصدي ديال السنان السنان وقع مخزين وتشوفوا الغنم مطرعا ند بارتاجه المخروج على خرم الفيديو ند راستاروطار بارتاجه في المونت هذا باش هنا تعارفوه راه كي خطط الساميرا باش يوصخ ليها الصمع ديالا لكن مع من تحتي هالبانضي يلعب غيرها ساميرا راها ماشي مرايقة ولا جاهلة وادش كله بغي لاستقليها الخيانة صحة بأي وجه كان لأنه برقها في قضية المعنديس لو تنادم معه الحال وبغي نفق لي هاد الخطة الفاشلة من صنع جاهل ابن الجهلاء هادش كله باش ما يعطيهاش النفقة ديالها هادش كله باش ما تستفدش من المتعة اه مفقوص واحلالي فالقراجط كل شهاد شعلا وديتلي فلوس الشيعان اللي مقجف حياتك كله غا تبقى ضرع بالعيالات ها ديتلو حكل هادي وإن شاء الله دوك الفلوس اللي كامش عليهم وما بغيش تمتع بهم وليداتك غا تخسرهم غير في الدوايات وعلى الأطيبة وهانا انت هانا انت راه دنوب ديك لامرة ودوك الوليدات غيخرجوا فك كون متأكد باغي بأي طريق يبعد ثميرة على دارهم والعائلة ديالها اكي شوفها مع أخوتهم مع أمهم مع أبها وعينيه تيبغوا يخرجوا من بلاستهم راهي عينيه اللي خارجين في دوك العائلة قاصة من بالله لا حوله ولا قوتين لا بالله باغي بأي طريق يبعد ثميرة على دارهم والعائلة ديالها ما حاملهمش إلا قبلت لي ساميرا بها الشرط ديال السكن الاقتصادي اللي ربعا دياليولاد هادا ينعس على هادا ما غيشريهاش لها في نبغت هي اللأح اللأخوتي في نبغة هو وبغيشريها لها في مكناس اووو يا أخوتي السيد كيتحارب مع مين ولاده من عندي أنا؟ والله من عندي أنا؟ ساميرا تبقى حدبها أمها وأخوتها ولا القهرة تبقى تابعها وهي مطلقة منك هادا رأي ماشي غير مريض أخوتي مارض نفسي هادا رأي مسلسع ومفضر طايرا لون نقشة طايرا لون نقشة إخواني أخوتي الله يستر تبقى استرخوتي السيد مسكين مفقاص 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 خمس سنين السيدة ويتحو فرمعها في الآخر بغى يقلسها على الضص وهو ما يخلي المقص ما يدمن الضص يا أخوتي باغي انتقم من ساميرا أشهد انتقام إخواني أخوتي والاستقرية مونتي كيف؟ حقا ولواد المهندسة برأتي منه وندمتي تنادم معك الحالة والتراجعتي بل هادا مصدي سنان جي قول رأى انت هفلان وفرت لا حول ولا قوتين لبيلال العلي العظيم لا حول ولا قوتين لبيلال العلي العظيم لا تسيد هذا ما عرفتش كيف يفكر وتسيد واش ما تمركش رأى الله يستر أخوتي المهم إخواني أخوتي ما غاديش نطول عليكم جيش ساميرا كلنا ساميرا هادالكلمة خوتي لا تنسوش تعاليق تعاليقكم كلها كأنشوفها خليولينا تعاليق كل واحد تفرجوا فيديو خليه باش نساعدوا شوية فيديو لايكاتكم وبرتاجي فيديو إخواني أخوتي لانه الجيش الأخر حاضر ناظر معانا بالبالاغات فانتمنى منكم أنكم تلايكيوا فيديو وتخليوا لينا تعاليق وتبرتاجي فيديو الله يجنزكم باخير ما نطولش عليكم إخواني أخوتي كانت معاكم اختكم فوق شوية نبغيكم ونموت عليكم ترقبوا الفيديو المقبل في نفس الموضوع خليتكم على خير والسلام عليكم